اليوم هنعمل لقمة الباشا بأكثر من طريقة للكيتو دايت وللنباتيين ولمرضى السكر ولجميع الأنظمة بمكونات مختلفة مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم هنعمل وصفة كثير سهلة وبسيطة يضع الوصفة كريمة جوز الهند في منها حليب وفي منها الكريمة الكريمة الألز بالطعم حسب الزوق كريمة جوز الهند مناسبة للنباتيين وللكيتو دايت ولمرضى السكر حليب البقر كامل الدسم 4% متل من تشايفين لكن لكن هو غير مناسب للكيتو دايت ولا للنباتيين كريمة الخفق هي مناسبة لحمية الكيتو دايت وليس للنباتيين 1 لتر كريمة الخفق 3 معالق كبيرة ستيفيا التحلية الكمية والنوع اختياري حسب نظام كوم الغزائي 3 معالق كبيرة ماء ورد هذا هو الجلتين البقري هذا تركي هذا حلال متوفر عند العطارين 4 معالق جلتين كبيرة 50 جرام تقريبا نضع واحد كوب ماء ساخن وتقليب جيد وضع الماء والجلتين على الكريمة وتقليب جيد هيك اصبحت جاهزة الوصفة منوضع مبشور جوز الهند ومنسكب الخليط ممكن استخدام اي وعاء او اي قالب متاع عنكم حسب زوجكم منوضحها بالتلاجة اربع ساعات قبل التقديم والتخزين دائما يكون بالتلاجة ايضا احنا هيك نسكب اي وعاء متاع عنه وهذا الوعاء موجود في مبشور جوز الهند بالاسفل ومنسكب فوق منو هيك اصبحت جاهزة على التلاجة النباتي الطريقة النباتية الماء كمية غير محدودة ماء ساخن نوضع بالخلاط ونوضع جوز الهند جوز الهند الكمية غير محدودة المهم الخلاط يقدر يقاوم تقريبا لمدة خمس دقائق بنشغل الخلاط حتى يطلع الزيت والحليب منو بنصفيها بقطعة قماش تكون نظيفة اعادة استخدام مبشور جوز الهند للتزيين ممكن ممكن نستخدمه تاني للخبز ممكن ايضا واحد لتر حليب جوز الهند خمسة كوب تقريبا واحد كوب نشه الزرة مية وعشرين جرام بنقلب جيد واحد كوب سكر عادي او اربع معالق كبيرة بديل السكر ستيفيا ولكن انا وضعت ستيفيا وضعنا وضعت ستيفيا التحليه الكمية والنوع هو اختياري حسب زوجكم حسب نظامكم حسب شو انتم متعودين الحرارة دائما تكون متوسطة يمكن استخدام كريمج جوز الهند المعلب اذا كانت متاحة بنزود اذا لزم الامر بنزيد عليها ماء ماء ورد اربع معالق كبيرة نضع مبشور جوز الهند في الوعاء وبنقلب دائما انا بقول بديل السكر هو اختياري لانه حتى الستيفيا في منه انواع في منه انواع لانه عشبة الستيفيا هي فيها مرار متل هيك لازم تكون عندما تصبح سميكة تكون جاهزة لكن في بعض شركات بتعالج الموضوع هذا وبترفع المرار منه حسب نتوفر عنكم عشان هيك بقول حسب زوجكم حسب نظامكم الغذائي وبنسكبها بنوضع مبشور جوز الهند وبنتركها تبرد بعد ما تبرد بنضعها بالتلاجة اقل شي اربع ساعات قبل التقديم هيك اصبحت جاهزة بعد اربع ساعات هذه البلجلاتين بنقطعها وبنقدمها داما التخزين بالتلاجة يكون ممكن نقدمها بالشكل اللي انتو بتحبوها هفرجيكو اكتر من شكل بالتقديم ممكن نزينها بالمكسرات حسب زوجكم نوع المكسرات وهذه بالنشأ هذي للنباتيين هذي للنباتيين وللناس العادية تنتين اروع من بعض حسب نظامكم الغزائي وهذه بالقالب الصغير مجرد افكار وانتم اعملوا المناسب للكم وهذه اللي ساكبناها بالصحن ممكن لو وضعناها احنا على ورق زبدة بكون افضل ممكن نوضع الحشوة مثل ما بدنا انا هبدا فقط افرجيكو خيارات ممكن نلفها رول ممكن نحشيها شو ما بدنا نحشيها ونقطعها الى قطع مثل هيك مثل ما انتو شايفين التزين مثل ما حكينا هو اختيار التزين ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة وكل الوصفات هل بتناسب نظامكم الغزائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص ممكن نوضع عسل انا اليوم عندي اليوم مفتوح انا سا اوضع العسل اليوم بدنا ادلع نفسي شوية اليوم خلينا نتزوقها الله الله صراحة اكتر من روعة اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائب من شان يوصلكم كل جديد في امان الله